بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان الترتيب والمجالات لسنة الأولى ثانوي رقم 2 حيث قال A وبعددان حقيقيان مجابان تماما حيث A أكبر تماما من B و A في B يسوي 1 و A زائد B يسوي لنا جذر 5 قال 1 أحسب جذر A زائد جذر B و جذر A ناقش جذر B ثانيا قال استنتج جذر A و جذر B و A و B إذن لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة على هذا التبرين قلنا حيث قال A وبعددان حقيقيان مجابان تماما حيث A أكبر تماما من B و A في B يسوي لنا 1 و A زائد B يسوي لنا جذر 5 السؤال الأول قال أحسب جذر A زائد جذر B و جذر A ناقش جذر B إذن نكتب هنا هنا حساب جذر A إذن قلت جذر A زائد جذر B ثم عندنا و جذر A ناقش جذر B ركزوا هنا أرجوكم إذن هنا نتابع جيدا نقطة نقطة أبنائي كيف نتعلم إذن أولا ماذا عندنا؟ قال أنه A مجب تماما و B مجب تماما هذا الأمر من المعطيات عندنا انظروا ماذا قال عندنا أنه A في B يسوي لنا 1 لكن بما أن A مجب و B مجب تماما فيمكن أن نضع هنا الجذر هكذا و الجذر هكذا فلا يحدث شيء ومنه ماذا يحدث؟ ومنه تصبح لنا جذر A في جذر B يسوي لنا جذر واحد الذي هو واحد يعني كل واحد هذا يخذ جذره لوحده وهذا جذره لوحده لماذا؟ لأنهم مجبال تماما الآن دقيقوا وركزوا معي ما رأيكم أن نضرب من هنا في إثنان ومن هنا في إثنان؟ فماذا ينتج؟ تصبح لنا إثنان في جذر A في جذر B يسوي لنا كم؟ يسوي لنا إثنان لاحظوا هذا الأمر الأول ثم دقيقوا معي عندنا كذلك بما أن القيم هذه مجب أنه A كماذا يسوي؟ يسوي لنا جذر A في جذر A الذي يسوي لنا A مربع فتصبح لنا هذه القيمة دقيقوا أرجوكم نقطة نقطة حتى نتعلم إذن هذا الأ قرن ما هو؟ هو جذر A في جذر A الذي هو A مربع معناها عفوا يسوي لنا جذر A هكذا الكل مربع كل عدد موجب تماما هو جذر نفسه في جذر نفسه الذي هو جذر نفسه مربع معناها تصبح لنا هكذا A جذر A مربع زائد جذر B مربع لماذا أبني؟ لأن جذر A مربع كم؟ هو A وجذر B مربع كم؟ هو B يسوي لنا كم؟ يسوي جذر 5 إذا سمينا هذه واحد وهذه اثنان نقول بجمع واحد مع ماذا؟ مع اثنان نجد يجمع الآن طرف طرف نجد إذن نقول طرف لطرف هكذا طرف إذن قلت طرف لطرف نجد يعني هذا الجزء يجمع مع هذا وهذا يجمع مع هذا حتى تفهموا جيدا فماذا تصبح؟ طرف جذر A مربع زائد جذر B مربع زائد اثنان في جذر A في جذر B يسوي لنا كم؟ يسوي لنا اثنان أو خمسة كلاهما لأن الجمعة ما يتبدأ لي طرف جذر خمسة زائد اثنان أرجو قد فهمت أعيد أبنائي جمعت هذا الطرف لهذا الطرف تحصلنا على هذه القيم لكن ماذا نملك؟ نملك أنه جذر هكذا ركزوا جيدا جذر A لاحظوا إذن قلت نملك أنه جذر A زائد جذر B هكذا الكل مربع ماذا يسوي؟ يسوي لنا ماذا يسوي لنا جذر الأول مربع هكذا زائد الثاني مربع زائد ماذا؟ زائد هذه القيمة هي نفسها هذه القيمة نعم يمكن أن نأتي بهذا الجزء هذا ونعوضه في هذا الموضع لماذا أبنائي؟ أن نقلنا جذر A مربع زائد جذر B مربع زائد إثناني جذر A في جذر B يسوي لنا جذر A زائد جذر B لكل مربع إذن معناه بما أن هذا الأمن قول ومنه ماذا يصبح؟ يصبح لنا جذر A زائد جذر B الكل مربع يساوي أن هذه القيمة التي هي الجذر خمسة زائد ماذا زائد الآن هذا المربع إنه موجب وهذا موجب تقول قاعدة إذا كان عندنا اكس مربع يساوي أن ا مع ا موجب ماذا تقول قاعدة اكس يساوي أنه جذر ا او ماذا او اكس يساوي أنه ناقص جذر ا لاحظوا لكن نحن قلنا أنه ال ا وال ب قيم موجب تماما مجموع جذرهم كم في يعطينا موجب تماما لكن عندنا جذر ا زائد جذر ب اكيد هي قيم موجب لماذا لأن قلنا ا موجب وجذره موجب والب موجب وجذره موجب لما نجمعهم سبح قيمة موجب فهذا ماذا يعني يعني أنه جذر ا زائد جذر ب يساوي أنه جذر خمسة زائد مثل ما شرحت قلت اكس مربع يساوي أنه ا اكس يساوي أنه جذر ا و اكس او اكس يساوي أنه ناقص جذر ا كأنما هذا هو الاكس وهذا هو الا حتى تفهموا جيدا ها قد الآن وجدنا بناء جذر ا زائد جذر ب الذي طلب منا ها هو امامكم بقي الآن لنا جذر ا ناقص جذر ب إذن نقول كذلك بماذا بطرح دقيقوا جيدا حتى تتعلموا أو لدينا ركزوا أرجوكم إذن لدينا كذلك أنه جذر ا زائد ناقص ناقص جذر ب الكل مربع ماذا يساوي لنا يساوي لنا جذر ا مربع زائد جذر ب عفوا جذر ب مربع ناقص اثنان في جذر ا في جذر ب هذا هو الذي نعلمه الآن ما رأيكم أن نقوم بهذه هذه رقم واحد قلنا وهذه رقم اثنان لو نأتي ونقول بطرح ماذا واحد من اثنان واحد من اثنان يعني نقول بطرح واحد من ماذا من اثنان نجد طرف لطرف اكيد يصبح لنا هذا ناقص هذا وهذا ناقص هذا حسب الاسهم التي تلاحظونها فماذا ينتج ينتج لنا هكذا ينتج لنا أنه جذر ا مربع زائد جذر ب الكل مربع ناقص اثنان في جذر ا في جذر ب يساوي لنا كم قلنا هذا ناقص هذا هكذا حسب السهم تصبح لنا ماذا صبح لنا جذر خمسة ناقص ماذا ناقص اثنان قلنا لكن نحن ماذا قلنا قلنا انه هذه هذه هي نفسها هذه وهذه بطبعها لاحظوا ماذا تساوي تساوي لنا جذر ا ناقص جذر ب الكل مربع ناقص جذر ب الكل مربع يساوي لنا كم يساوي لنا جذر خمسة ناقص ماذا ناقص اثنان الان سوف نكمل روايدا تابعوا معي ابنائي اذا نأتي الان لنكمل قلنا كذلك انه ماذا لاحظوا جيدا فهذه اكيد تصبح لنا جذر ا ناقص جذر ب يساوي لنا جذر ماذا جذر خمسة جذر جذر ناقص اثنان لان قلنا اكس مربع يساوي لنا دائما ا اكس يساوي لنا ا جذر ا او اكس يساوي لنا ناقص جذر ا هكذا نطبقها على هذا القانون حيث ها هو الـ X مربع وها هو الـ A فتصبحنا إما يساويه جذره أو يساوي ناقص جذري معنا صبحنا أو جذر A ناقص جذر B يساوينا ناقص جذر 5 ناقص 2 لكن نحن ماذا نعلم؟ نعلم أنه A أكبر من ماذا؟ من B إذا جذرنا من هنا وجذرنا من هنا لا يحدث شيء ننقل هذا إلى هنا فينتج أنه جذر A ناقص جذر B يكون قيمة موجبة تماما إذن بما أن هذا قيمة موجبة تماما فهذا ماذا يكون؟ يكون مرفوض لماذا؟ لأن هذه قيمة سريبة فمن هو المقبول؟ هو هذا لأن قلت جذر A ناقص جذر B قلنا ها هو جذر A ناقص جذر B هو قيمة موجبة تماما هل من المعقول يساوينا قيمة سريبة؟ لا نقول هكذا ومن هو جذر A ناقص جذر B يساوي أنه كم يساوي أنه هكذا جذر 5 ناقص ماذا ناقص 2 حتى تفهموا ها هي القيم التي طريبت منا بعدما أتمنى مع هذا السؤال أكيد سوف نأتي الآن إلى الجذر الأخير حيث الجذر الأخير ماذا قال قال استنتج جذر A وجذر B إذن نكتب هنا استنتج جذر A وجذر B وآ وملا وB إذا سمينا هذه المعادلة 1 روماني وسمينا هذه كذلك 2 روماني ماذا نقول نقول بجمع 1 روماني و2 روماني طرف لمن لطرف نجد تعالوا نجمة سميحينا جذر A زائد جذر B وعندنا ها هو الآخر اللي هو زائد هكذا جذر A ناقص جذر B يساوي لنا لاحظوا جيدا جذر 5 جذر جذر 5 ناقص زائد 2 ثم زائد جذر هكذا جذر 5 ناقص يعني جمعنا هذا الطرف مع هذا الطرف الآن أكيد ماذا ينتج أكيد يذهب هذا مع هذا نصبح لنا جذر A وجذر A كم 2 جذر ماذا جذر A يساوي لنا جذر هكذا هكذا 5 زائد 2 ثم زائد جذر هكذا 5 ناقص 2 بما أن عندنا هذا الاثنان في فيمكن أن نزعه من هذا الموضع ووضعه في هذا الموضع هنا نضع 2 ها هو جذر A يأتي الآن إلى إيجاد جذر B نقول بطرح ماذا بطرح اثناني اعفوا اثناني روماني اثناني روماني من ماذا من واحد روماني نجد كيف معناه نطرح نقول لاحظوا جيدا سوف نكتب صبح هنا جذر A زائد جذر B ناقص هذه ندخل عليها ناقص باذا تصبح صبح هنا ناقص جذر A زائد جذر B يقول حدكم لماذا زائد أضرب هنا ناقص صبح ناقص جذر A وهنا زائد جذر A لأن جذر B لأن هنا نظر في ناقص قلنا بالطرح تصبح لنا ماذا تساوي تصبح لنا تساوي جذر خمسة زائد اثناني ناقص جذر هكذا جذر خمسة ناقص اثنان لم أفعل شيء إنما جعلت هذا ثم هذا أنقصته من هذا هذا ناقص هذا الآن أكيد ماذا ينتج ينتج لنا أنه هذا وهذا سوف يذهبان تصبح لنا اثناني الجذر ب يساوي لنا جذر جذر خمسة زائد اثنان ناقص جذر هكذا جذر خمسة ناقص اثنان بما أن هنا هذا في فيمكن نزعه من هذا الموضع هكذا نتفرم جيدا على ماذا على يعني تلك الاثنان ينزل إلى هذا المكان فيصبح لكم هنا على ماذا على اثنان ها قد الآن وجدنا جذر ا و جذر ب بعدما أنهينا مع جذر ا و جذر ب علينا أن نجد ال ا و ال ب ا اذا نأتي الآن إلى اجاد ال ا و ال ب اذا نكتب هنا استنتاج ماذا ا و ب نحن ماذا نملك نقول لدينا لدينا ماذا لدينا انه جذر ا ها هي امامكم نقول نربع ماذا نربع الطرفين لما نربع الطرفين فماذا ينصبح لنا هذا مربع وهذا كيف هو وهذا مربع المعروف أن الجذر اذا ربع ماذا يحدث له يذهب فيصبح لنا يساوي يساوي ان هذه القيمة مربعة الآن انها ركزوا جيدا تصبح لكم ها كذا المقام هذا اذا ربع كم يصبح يصبح لنا اربعة يعني لا نفتعب معه عقلنا اما البسط فيصبح لنا هكذا جذر خمسة زائد اثنان ثم زائد جذر هكذا جذر خمسة ناقص اثنان الكل مربع هذه انها متطابقة الشاهرة رقم واحد فتصبح لنا يساوي نضع خط كسر هكذا المقام نتركه كما هو الاربعة يصبح لنا مربع الاول يعني هذا ما سيحدث لجذره يذهب يصبح لنا جذر خمسة عفوا قلت هذا لجذر الكبير يعني هذا الجذر الذي قريكم من مربع الاول ماذا يحدث له يذهب خمسة زائد اثنان مربع اول زائد مربع الثاني هذا يذهب يذهب جذره ماذا تذبح لجذر خمسة ناقص اثنان ثم زائد ضعف الجداء يعني اثنان في هكذا. دقيقوا. الجذر في الجذر يدخل الجذر على بعضهم بعض. اصبح لنا جذر خمسة. ركزوا جيدا في اثنان. زائد اثنان في جذر خمسة ناقص اثنان. هكذا. لاحظوا جيدا. فتصبح لنا تساوي. دقيقوا. اولا عندنا هذا وهذا ذهب. فاصبح لنا اثنان الجذر خمسة. لان هذا مع هذا يعطينا اثنان جذر خمسة. ثم زائد اثنان في دقيقوا. أرجوكم نقطة نقطة حتى تتعلموا الآن قلنا في هذا يصبح لنا هنا جذر ماذا هأليس هذه المتطابقة الشهر رقم ثلاثة A ناقص B في A ناقص B يسوينا هذا مربع جذر خمسة مربع لهو كم لهو خمسة ناقص هذا مربع كم إنه كم إنه أربعة على ماذا أكيد على أربعة فيصبح لنا يسوينا إثنان جذر خمسة ثم زائد إثنان هذا مع هذا كم يعطينا يعطينا واحد واحد تحت الجذر كم يسوي يعني هذا كم يعطينا جذر واحد جذر واحد الذي هو واحد معناه هنا يصبح لنا في واحد في واحد لا دعي نكتبها على ماذا على لاحظوا جيدا على أربعة يمكن أن نختزل من هنا إثنان ومن هنا إثنان ومن هنا إثنان فيصبح لنا يصبح لنا كم يصبح لنا جذر خمسة زائد ماذا زائد واحد على ماذا على إثنان هذا الجزء الأول نأتي الآن أبني إلى الجزء الثاني كذلك نربع الطرفين من هنا ونربع الطرفين من هنا لاحظوا وانتبهوا بأن القيم كلها مجابا فيصبح لنا جذر B لكل مربع الذي هو B أما هنا فينتج لنا المتطابقة الشهيرة دقيقوا دقيقوا حتى تعلموا إذن هنا كيف تصبح لنا أكيد تصبح لنا هنا أربعة وهنا ماذا ينتج وهنا نطبق هكذا يصبح لنا مربع الأول مربع الأول الذي هو يصبح لنا جذر خمسة زائد اثنان لأن الجذر هذا الجذر قلت إذا ربع يذهب وهذا إلى ربع يصبح لنا مربع الأول زائد مربع الثاني الذي هو خمسة ناقص اثنان ناقص ضعف الجداء يعني ناقص جذر هكذا الذي هو قلنا جذر خمسة زائد اثنان لماذا في جذر خمسة ناقص اثنان هكذا على أكيد على أربعة فيصبح لنا بيساوي لنا أولا هذا وهذا يذهب تصبح لنا جذر اثنان جذر ماذا جذر خمسة لأن هذا مع هذا اثنان جذر خمسة ناقص اثنان والذي بالداخل ماذا يصبح المتطابق الشائر هذا مربع ناقص هذا مربع يعني خمسة ناقص أربعة أكيد على ماذا على أربعة يصبح يساوي لنا اثنان جذر خمسة ناقص هذه كم تعطيها تعطينا واحد واحد في اثنان لهذه هو اثنان على ماذا على اربعة نختزل من هنا الاثنان ومن هنا الاثنان من هنا الاثنان سمحنا بي يسعي لنا جذر خمسة ناقص واحد على ماذا على اثنان تعالوا نتأكد هل النتائج التي تحصلنا عليها نحن ماذا قلنا نركزوا جيدا قلنا انه ا من المعطيات زائد بي يسعي لنا جذر خمسة يقول لحدكم اين هذا الكلام ها هو من المعطيات الاولى دقيقوا أليس ها هي امامكم ركزوا حتى تفهموا لاحظوا ألم يقول ان ا زائد بي يسعي لجذر خمسة تعالوا نتأكد من النتائج المحصل عليها يعني تصبح لنا ا ا ا كم قيمته ا وجدنا هو جذر خمسة زائد واحد على اثنان البي الذي هو جذر خمسة ناقص واحد على اثنان اذا وجدنا جذر خمسة فنحن على السهوة بما ان المقام واحد فتصبح لكم ها كذا تصبح لنا جذر خمسة ناقص وا زائد واحد زائد جذر خمسة ناقص واحد على اثنان اولا هذا وهذا يذهبان تصبح لنا اثنان جذر خمسة على ماذا على اثنان يذهب هذا مع هذا كم تصبح لكم تصبح لنا جذر خمسة وهذه بطبيعة سعي لنا ا زائد بي التي قلنا عليها معناها النتائج المحصل عليها صحيحة وإذا ضربنا كذلك هذا كذلك نحن قلنا A في B يسوي كم واحد تعالوا A في B قلنا يسوينا واحد الآن قلنا هو جذر خمسة زائد واحد على اثنان البي الذي هو جذر خمسة ناقص واحد على اثنان إذا وجدنا الواحد فنحن على السواب صبح لنا البسط في البسط والمقام في المقام المقام في المقام أكيد يعطي لنا كم يعطي لنا أربعة البسط الذي هو جذر خمسة زائد واحد ضرب جذر خمسة ناقص واحد هذه أليس هي المتطابقة الشهيرة رقم ثلاثة A زائد B في A ناقص B نعم لاحظوا وانتبهوا معي تصبح لنا خمسة لأن هذا مربع الذي هو خمسة ناقص واحد على ماذا على أربعة التي هي أربعة على أربعة وتسوينا كم واحد إذن نتائج محصلة عليها إنها صحيحة فقط أبنائي وفي الأخير أبنائي وابناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الرحمة الطهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نوردين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته